قال لإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له هنا يقول حديث حسن بالشواهده والشيخ الألباني احتج به رحمه الله تعالى فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن فضل الله أحيانا الإنسان يصنع ذنوبا كبيرة وينساها الحمد لله ترى أنه ينساها إذا تاب وحسن التوبة قال وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفي قول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال فلا يخرجوا من هذا العموم ذنب واحد ولكن هذا في حق التائبين خاصة من تاب تاب الله عليه وأما من لم يتب فإن كان شركا فقد حرم الله عليه الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به وإن كان غير شرك فهو تحت المشيئة قال وأما المفعول به الكلام لا يزال على اللواط وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدراك ما فات وإحياء ما أمات ولا بدل السيئات بالحسنات فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة نعم إذا كان كبيرا وسلك هذا الطريق فهذا قد لا يوفق لتوبة النصوح قال فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب على السيئة بسيئة أخرى وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى كما قال أيوب إذا رأيت الرجل يعمل بالسيئة فاعلم أن لها أخوات وإذا رأيته يعمل الحسنة فاعلم أن لها أخوات قال وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة أي من حضرته الوفاة قال الحافظ أبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذن الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام قال فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبا فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة أي لم تؤثر فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد ولا علم ما أراد وإن كرر عليه الداعي وأعاد طيب هنا قال من أعظم سوء الخاتمة الانكباب على الدنيا لماذا الانكباب على الدنيا سكر لا يستفيق هذا المنكب إلا عند الموت فإذا نزل به الموت انتبه والدنيا كفان الله شرها هي تأخذ أكثر مما تعطي وتضيع الأوقات وهي لا إيمة من حرص عليها ابتعدت عنه ومن أعرض عنها جاءت إلي كما مر من كلام هذا الإمام رحمه الله وهكذا الإعراض عن الآخرة فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم فالانتباه أهل الدنيا سكارا لا يستفيقون إلا عند الموت قال والإقدام والجرأة على معاصي الله تراه تراه لا يبالي ويقع في المعاصي وكما جاء في حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يأتي أناس من عمة يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضا يجعلها الله جل وعلا هباء منثورا الصحاب خافوا قالوا يا رسول الله جلهم لنا فقالهم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألصنتنا لهم من الليل ما لنا يقومون الليل ويصومون النهار لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها قال ويروى أن بعض رجال الناصر هو من خلفاء المسلمين الماضين وقد تلقب بهذا اللفظ جماعة منهم قال نزل به الموت فجعل ابنه يقول قل لا إله إلا الله فقال الناصر مولاي فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك ثم أصابته غشيا فلما أفاق قال الناصر مولاي وكان هذا دابه كل ما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي ثم قال لابنه يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل ثم مات لم يقل لا إله إلا الله وعلى هذا الحال يا مولاي القتل القتل قال عبد الحق وقيل لآخر ممن أعرفه ممن أعرفه قل لا إله إلا الله فجعل يقول الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا أعوذ بالله يعني عاش على الدنيا ومات عليها قل لا إله إلا الله ليس حول هذه الكلمة وإنما أصلحوا وإعملوا والأرض والبستان وما أشبه ذلك قال وفيما أذن لي أبو الطاهر السلفي هو أحد جهابدة حفاظ الحديث نعم لو ترجم في السير أن أحدث به عن أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول بالفارسية دهيا زده وتفسيره عشرة بأحد عشر نعم هكذا وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول أين الطريق إلى حمام منجابي أين الطريق إلى حمام منجابي قال وهذا الكلام له قصة وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام أمام البخاري فمرت به جارية لها منظر فقال أين الطريق إلى حمامي أين فقالت أين الطريق إلى حمامي منجابي فقال هذا حمامي منجاب فدخلت الدار ودخل وراءها فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه وقالت له يصلح أو يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها أي الدار فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم ولم تخنه في شيء فهام الرجل وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجابي فبينما هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق تقول من طاق وإذا بجارية أجابته من طاق تقول قرنان نعم قرنان يعني الديوث والديوث هل لا جعلت سريعا إذ ظفرت بها عندكم كذا هل لا جعلت هل لا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب قال فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا اللهم سلم سلم المسألة خطيرة جدا نعم الموت فضح الدنيا تخيل قالوا له قل لا إله إلا الله يقول هذا البيت نعم ويخرج من الدنيا وقلبه قد تعلق بامرأة نعوذ بالله